تجدون أن سوريا الآن أصبحت على الأرض منذ سبعة آلاف سنة نعم أتناول هذه المسألة إذن في ضوء ذلك ولكن مع تجاوزه مؤقتاً لأنتقل إلى إشكالية جديدة هي تلك التي أخذت تتبلور في مرحلة الاستقلال وفي سياق التالي عليه سوريا حققت استقلالها وبسرعة قصوى قدمت نمازج للحكم السياسي الدولة الوطنية التعايش بين 18 طائفة والقدرة على إنجاز مهمات كبرى أذكر فقط مثالاً واحداً عن فارس الخوري هذا الرجل المسيحي الذي يكاد يكون فريداً فارس الخوري كان رئيس البرلمان السوري وبعد الاستقلال تلقى دعوة من الجنرال غورو يقول فيها أيها الرئيس كل المسيحيين الفرنسيين يقدمون لكم الخدمة والاعتبار والمحبة فنحن نتمنى أن تعتبرون إخوتكم وهم هؤلاء القتل الذين كانوا في سوريا هؤلاء تحولوا إلى بشار لكن هذا الرجل المعجزة أجاب غورو من على سدة البرلمان أيها الجنرال إنني أحتمي سامحوني أيها الجنرال إنني أحتمي بأهني إنني أحتمي بأهني مسلمين ومسيحيين وإيزيديين وكل الطوائف التي تعد سماني عشرة طائفة ذلك أعلمك أن حمانا يكمن في المسلمين أولا وفي المسيحيين آخرا وفي كل الطوائف الأخرى ما بينهما وهذا الرجل تسلم وزارة الوزارة الإسلامية وأصبح وزيرا وحالة فريدة في البدايات لكن المؤامرات بدأت يجب أن يتصدع هذا الحال ونجحت المؤامرات كثيرا والمشروع العربي الذي بدأ بالمشروع السوري أخذ يعيش موته في بدايته ترجمة نانسي قنقر